محمد بيسعى الكفاءة في الزواج واجبة وغير واجبة هو حقيقة الأمر المشكلة أن في خلاف العلماء على مسألة الكفاءة لأن البعض يجد البعض يجد أن الكفاءة يعني شرط في الزواج وأن الكفاءة تكون في الأمور المادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك هذا مجمل ما يقال في الفقهاء والملكية يخالفون الجمهور في هذا الباب ويرون أن الكفاءة في الديانة أن أصل الكفاءة في الديانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم من تردون دين وخلقه فزوجوه إلا تفعلتكم فتنة من فساد كبير وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء قال تنكح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها قال وليدينها فاتصل بذلك الدين الغرض المقصود أن الكفاءة مطلوبة عند العلماء سواء في المستوى التعليمي أو المستوى الاجتماعي أو النسب ولذلك يقولون العرب يعني بالذات القراشية لها دوابط في هذا الباب من يتزوجها وإن كان أنا أميله ميلاً خروج عن الشفائية أميله ميلاً تاماً مع الإمام مارك وأن الكفاءة على الدين إن جاءكم من تردون دينه وخلقه وخلقه فزوجوه أمر فالمرأة تكون مغفلة عن أصابتها غفلة عظيمة إن تركت عالماً أو طالباً للعلم أو ديناً أو خلوقاً أو مهزباً أو رجل له أصول نبيلة من أصول الخلق لرجل غني أو سري أو صاحب وجهه فتكون هذه مغفلة وتخسر كثيراً فحقيقة الأمر أن الكفاءة موقفة على أمر الدين على ما قال الإمام مالك وهو الراجح الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم لأنه أسعد لنسب الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه